الحمد لله وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا يتسمى شيخنا الشيخ صعيل الهليل حافظ الله تعالى يتعلق بتمذهب والنصر للإخواننا في الدماج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وصلاة ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الشيخنا حياك الله يتحمل حياك لا تكون مشغول جزاك الله خيرا شيخ شيخ أسؤال الأول هل هو واجب أن تمذهب وحل نحن نعتبر هنابلة لا التمذهب ليس واقبا والعصر الاتباع الواجب الاتباع لا أما التواجب ليس واجبا ونحن لبسنا كذلك إنما نشير على وفق ما سر عليه السلام الصالح من الصحاب والتابعين وأتباعهم وإمة المذاهب الأربعة ومن بعدهم جزاك الله خيرا شير الحمد لله وصلاة والسلام على نبينا محمد الشيخ الشيخنا الشيخ سعيد الحليل حفظ الله تعالى was asked is it an obligation to choose a madhhab and can we consider ourselves hanabila or a hanbali the shaykh replied حفظ الله تعالى no being on a madhhab is not an obligation and what we are ordered to do is follow meaning follow the Prophet صلى الله عليه وسلم the wajib is to follow the foundation of what we are ordered with is following as for a madhhab it is not an obligation and we are not that meaning hanabila but rather following the methodology of the pious predecessors from the sahaba tabi'een and those who follow them and the four madhhabs and those who follow them and we ask Allah the Almighty to accept our good and forgive our evil صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد